اشتركوا في القناة القمر الآن موجود في منزلة الغفر هي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يمكث القمر في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 14 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل بعديها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل طبعا القمر بما أنه موجود في برج الميزان معناة التأثيرات على جميع الأبراج في هاي الفترة نشعر أنها هاي فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومنميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد هاي الفترة ممكن ننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وحكينا تأثيراتها هاي لغاية يوم 4-8 بتتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة للبعض ومننظر للحياة بتفاول أكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران السلبية بين المريخ وبين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 5-8 بيكون عندنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا شيء بيجعلنا غريبي الأطوار وعنيفين وبيسبب شقاقات عاطفية لدى البعض والبعض بيشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أما بالنسبة للتأثيرات دوليا فهي بتدل على احتمال وقوح حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع طائرات أو أحداث لها علاقة بالسك الحديد الزلازل العواصف والأمطار المفاجئة تقلبات المناخ وبرضو يعني احتمالية وقوع التمرد أو انقلاب عسكري أو يتم عزل أو قتل أحد القادر الكبار أو بنشهد مظاهرات أو إضرابات في قطاع صناعة والصحة أو الصحة لحالها أو بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هذه الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها لغاية يوم خمسة ثمانية برضو هذه الزاوية بتدفع بحدودنا بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو هاي تأثيراتها طبعا لغاية اثنين تسعة هي زاوية منفصلة هي بتسبب عودة وضعية قديمة هاي الوضعية بتدعم وضعنا الحالي أما بالنسبة للزاوية التي اليوم ستتشكل أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة 12 و 12 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة الليلة الثلاثاء على الأربعة بتوقيت جرينيج بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا هاي الزاوية يعني زاوية إيجابية قوية فعشان هيك تأثيراتها بتضل معنا لغاية تقريبا ساعات ما بعد الظهر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الظهرة وبين المريخ هاي زاوية بطيئة اليوم ذروتها طبعا هي تأثيراتها لغاية يوم 6 ثمانية ذروتها الساعة 51 و 59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز برضو لدينا العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين الظهرة وهي راح تكون في تمام ساعة 55 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج أكثر المتضررين هم اللي بيكون لهم أو بكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب فانتبهوا على أموالكم من الإسراف أو اللي بيتفششوا أو بيحبوا التسوق ينتبهوا لأنه راح يصير عندهم نهم كبير وتبذير فبدهم ينتبهوا حتى لو ما كان عندهم مشاكل عاطفية اللي عندهم مشاكل عاطفية هدولة أكثر فأكثر طبعا الزاوية هاي زي ما حكينا في ساعات المغرب وتأثيراتها من ساعة الظهر لغاية ساعات منتصف الليل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام ساعة 7 و 17 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من ساعات العصر أو هي من ساعات ما قبل العصر وبتستمر لما بعد منتصف الليل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم ونبعد عن العمليات الجراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية ولكن إن شعرنا بأي شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائدة الدودية بالنسبة لهذا اليوم يعني يصلح بإجراء عمليات جراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها إلا زي ما حكينا إذا كانت اضطرارية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن لا يصلح لتنظيف البشرة أو معالجة البشرة الجلد أي شيء العلاقة بالجلد بدكو تنتبهه إلو ممكن يصير في بعض التحسس هذا اليوم برضو لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الميزان خلق المسار القادم بيبدأ يوم الخميس يوم أربعة ثمانية في تمام ساعة ستة وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام ساعة داعش وستة وأربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره ستة أيام في تمام الساعة ثمانية وتمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير عمره سبع أيام نسبة الإضاءة بصير خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن ولكن في ساعات الظهر بتنزل نسبة السعادة لا خمسة عشر في المية القمر في الميزان حتى يوم أربعة ثمانية منتحس بنسبة أربعين في المية الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشر في المية في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة بتتحول من نحوسة لسعادة بنسبة خمسة عشر في المية عطارة في الأسد حتى يوم أربعة ثمانية منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في السرطان حتى يوم أحداش ثمانية سعيدة بنسبة المريق في الثور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشر منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية هو سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود حاليا مقابلكم تماما فهذا الشيء بإمكانكم تعززوا شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية وبرضو تعزيز العلاقات ما بينك وبين الشركاء أو الأزواج طبعا القمر لأنه منتحس لغاية ساعات الظهر فما بيشير لتفاهم وهدوء أو ود ممكن تظهر بعض التعقيدات أو بعض الأمور هيك تتعقد شوي أو تطرأ بعض البلبلة مشاحنات أو تنزعج من تصرف شخص معين فبدك تسيطر على انفعالاتك حاول برضو أنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية لأنه برضو مش لمصلحتك في هاي الفترة رغم أنه الشمس بتدعمك بوجودها بالأسد بتعطيك حظوظ في هاي المسألة إلا أنه برضو اليوم هذا أنا بشوفه مش مناسب لهذا الموضوع ابعد عن أي جدال أو خصام بالفترة هاي لأنه خصمك قوي والعرقيل بتستفزك برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا القمر زي ما حكينا موجود صار في البيت السادس فعشان هيك بدأ العمل بتراكم لديكم لكن ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء اليوم حاولوا أنه ما تدخلوا بأي مشاحنة أو سوء تفاهم أو عصبية على أحد الزملاء ضبط الأعصاب مطلوب بتقدروا برضو اليوم تمارسوا نشاط بدني للمحافظة على لا ياخدكم بتجدوا اليوم أنه الواجبات بتتزامن وممكن تشتغل لساعات إضافية شوية تكون مشغول بأكثر من أمر في نفس الوقت يعني كل واحد على حسب حق الاختصاص وستات البيوت بنشغلوا في بيتهم واللي في عملهم بنشغلوا في عملهم ممكن تجد بعض الصعوبة في بعض الأمور أو تضطر للعمل وقت إضافي فعشان هيك اليوم تكون تنتبهوا لعملكم وبتكون تحذروا من المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاد طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء عاطفية بشكل قوي جدا رغبتكم بالتقرب من الأحباء برضو ممتازة جدا الحظوظ بتدعمكم ولكن يعني شوي ممكن يتخلى عنكم الحظ في ساعات الصباح في ساعات الظهيرة بتقوى الحظوظ بشكل أكبر بتفيدك اليوم الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات العاطفية أو مع الأحبة مع الأبناء لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات اليوم ممكن تحل بعض المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة بالفترة الماضية هاي فترة إيجابية دعملة إلك بإمكانك أنك تستغلها بشكل كبير حتى في منكه راح يهتم بنفسه أو بهندامه بمنظره بتجميله ولكن ابعدوا عن المصاريف لزيادة برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا القمر صار موجود في البيت الرابع يعني الأمور اللي إلها علاقة البيت والعائلة هي اللي راح تركزوا عليها بشكل كبير ورح تخطي القصة الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم يا مناسبات يا لقاءات يا ترتيب تصليح اجتماعات موضوع عائلي مؤرق بالنسبة لإلك اليوم يعني بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بهدوء بدون يعني العصبية والتوبيخ وأولومهم أو الأمور هاي ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقك لا تفرض رأيك أهميش اليوم أي فترة مناسبة للأمور اللي إلها علاقة برضو بالأمور المالية أو ينفتح موضوع مالي أو استثماري أهميش إنك تبعد عن التبذير لأنه في عندك مصاريف زيادة برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا نشاط عالي جدا عندكم على مستوى تنقلاتكم واتصالاتكم حواراتكم اللي عنده امتحان برضو فترة ممتازة جدا اليوم رح تنشطوا كثير في كل الأمور اللي ذكرناها وبإمكانكم برضو تعزيز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران أو طلب مساعدة منهم بتكثر عندك النشاطات حسب حقل اختصاصك على حسب تخصصك أو حسب عملك على حسب طبيعة حياتك ولكن اجمالا رح تكون عندك لقاءات عديدة خلال هذا اليوم اتصالات كثيرة وباستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء إنك ما تتردد بالتحرك اتحرك بكل الاتجاهات لأنه اليوم الفرص ممتازة لعلك برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا القمر صار موجود في بيت المال فهو أكثر شيء بيأرقكم بالفترة هاي الأمور المالية التزامات وانشغلات مصاريف دفعات تراكم بعض الأمور اليوم في بعض الفرص لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مستردات هبات دعم تسوية حل مسألة مالية منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم شيء إنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة إلى قريب أو حبيب حاولوا برضو ما تبالغوا بمصاريفكم بالفترة هاي لأنه حكينا إنه شوي المصاريف بتضغط عليك وفي نفس اللحظة عندك رغبة للمشتريات ودفع بعض الأمور المالية بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من سابقها اليوم ثقتكم بنفسكم عالية جدا رجعت لكم حيويتكم بتنجحوا اليوم بتدفع بمصالحكم شعبيتكم اليوم بتصاعد لدرجة أنه اليوم حتى الجنس الآخر رح يشوفك بنظرة غير ملفت للانتباه يحاول يتقرب منك ممكن كثير من إينات برج الميزان يسمعوا كلام غزل اليوم ليش هم نفسهم رح يتفاجأوا بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة النجاح عندك بشكل كبير وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برضو اليوم عندك نشاطات اجتماعية بشكل واضح ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح صباح يوم الأربعة فعشان هيك هاي فترة ضاغطة عليكم بشكل كبير زي ما حكينا في حلقة الأمس ونبهنا برضو بتوقعات الأسبوع إنه هاي أيام ضغط بتتراجع فيها حيويتكم وضاقتكم بينتابكوا شعور بالتعب والملل اخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل أهمش إنكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد أي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء اللي ممكن تكون مشحونة أو تسبب لكم بعض المشاكل حاولوا برضو إنكم ما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة ومن الالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم اليوم النشاطات الاجتماعية عالية جدا التفكير بالدراسة بالامتحانات برضو ممتاز حتى بالسفر الاتصالات مع الجانب خارج البلاد منكم أشخاص ممكن اليوم يطلق دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة وبتقدروا تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم اليوم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أو صديق يدعمكم أهم إش إنك ما تستسلم حاول إنك تكرر المحاولات الأجواء جيدة ودعملة إلك بشكل كبير وحاول تستغل هذا اليوم لإنجاز كل الأمور المهمة لأنه من صباح يوم الأربع القمر رح ينتقل ويصير في العقرب بيت متاعبك عشان هيك تستغل هذا الوقت برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تغيير على طبيعة عملهم اليوم برضو ممكن تعززوا علاقتكم أو علاقاتكم مع المسؤولين في مكان العمل أو مع شخصيات مرموقة المسؤولين ممكن اليوم يقدروا جهودكم أو حتى ينظروا لكم بطريقة مميزة بتتسلط عليك الأضواء بشكل جيد أهمش أنك ما تتغيب عن عملك وما تحاول أنك تخالف القوانين في مكان العمل اليوم تخضع لعدة تجارب مهمة لأنه هذا بيت السمعة أهمش أنك ما تضعف ما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع يعني حاول قدر الإمكان أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف ممكن أنه يتسجل ضدك هاي الفترة فيها بعض القلق والتوتر يعني برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو وطبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وأشخاص خارج البلاد الأمور اللي إلها علاقة برضو بالأزواج اليوم رح تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بشركاء المال والعاطفة هاي فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك أهم شيء أنك ما تخشى شيء حاول أنك تثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لأخذ تجربة جديدة في كثير من الأمور اللي إلها علاقة بالسفر أو بخارج البلاد أو بأجانب فعشان هيك لازم أنك اليوم تكون مستعد حتى عاطفيا الأجواء ممتازة جدا على المستوى المالي برضو في بعض الفرص يعني بكل الجهات حاول أنك تستغلها برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويب أهم شيء أنه اليوم حاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم الأجواء شوي فيها أكثر إيجابية من الفترة الماضية ولكن المصاريف مطلوبة والفلوس مطلوبة والضغط المالي موجود حاول قدر الإمكانك ما تندفع لصرف الفلوس بدون حساب وحاول تحافظ على أموالك ما توقع على أوراق إلها علاقة بالمال إلا إذا راجعت أشخاص يعني ثقات ينصحوك فيها اليوم رح تلاقي أعمالك صدى طيب الأجواء جيدة في بعض الأمور المالية اللي بتتعلق في بنك في ضريبة تأمين ميراث أموال قديمة ممكن تظهر على الساحة أو تحل بعض المسائل أو تنشط في حل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالديون أهم إشي أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة